اهلا بكم من جديد نشن الدكتور داود نصيف رئيس ماجلس إدارة شركة نفط البحرين بابكو نموذج محاكاة تدريبي متطور بمركز التمييز التابع لأكاديمية النفط والغاز في بابكو بعوالي وأكد الدكتور داود نصيف خلال كلمته على التزام الشركة بتحديث خدماتها والاستعانة بأحدث التقنيات المعمول بها في العالم من أجل تحسين منظومة الأداء وفق الغايات المنشودة ويعد نموذج المحاكاة تدريبي الأول من نوعه في العالم في مجال صناعة النفط والغاز ويمثل أحدث التقنيات والتطبيقات في هذا المجال الحيوي حيث يوفر النموذج الجديد إطارا واقعيا للتدريب بما يحاكي الواقع ويسهم بشكل فعال في تعزيز تركيز الدارسين وعدم تشتيت أذهانهم خلال التدريب نحن اليوم الله يسلمك والشركة تحتفل بتسعين سنة على تأسيسها تضع الشركة حجر جديد في منظومة بنائها الاستراتيجي نحن ولله الحمد في شهر مارتش اللي فات وضعنا حجر لأساس ودشن مشروع التوسع لمصفات البحرين واليوم نحن أيضا نفخر بفتتاح مركز التمييز لأحدى أهم القطاع اللي بتكون موجودة واللي بتمبني عليها المصفال الجديدة وهو الأول في المنطقة فهذا بيكون عامل جاذب كبير للبحرين نحن نتوقع أن الشركات أتي وتدرب عاملينها في البحرين وهذه مصدر فخر واعتزاز اليوم ساعدنا بتفضل سعادة الدكتور داود نصيف بتجشين وافتتاح المركز وهذه كل ما تأتى لو لا دعم معالي وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد لهذه المنظومة المتكاملة من حزمة المشاريع في قطاع النفط والغاز إن كان في شركة بابكو ولا غيرها من الشركات الذكاء الاصطناعي مشاهدنا هو أكبر فرصة في حياتنا لتمديد وتوسيع الإبداع البشري والابتكار فالذكاء الاصطناعي يسهم في تطوير كل من الأعمال التجارية والعالم بشكل عام وسيعزز وجود الذكاء الاصطناعي في مجتمعنا أسلوب حياتنا بصورة أكثر كفاءة والحديث اليوم حول علوم المستقبل والذكاء الاصطناعي ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الدكتور جاسم حاجي خبير النشرة الاقتصادية في مجال علوم المستقبل والذكاء الاصطناعي مساء الخير دكتور جاسم وفي البداية كيف سيؤثر علوم المستقبل والذكاء الاصطناعي في تقليل الفجوة بين الجنسين في مجال العمل والابتكارات مرحبا أخي أحمد طبعا في البداية لازم أذكر أن عدم المساواة بين الجنسين لست قضية تؤثر فقط على النساء عندما يحرم نصف سكان الكل الأرضية من مكاناتهم الكاملة يكون العالم بكل في وضع غير مؤات بشكل هائل فيجب يبدأ الدعم المساواة داخل صناعة التكنولوجيا نفسها من خلال القضاء على الاختلالات التاريخية بين الجنسين خلال سياسات استباقية على وعلى ذلك في أن تسد الفجوة بين الجنسين في الصناعي سيكون أثار إجابية على مدى طويل تحقيق تكافل بين الجنسين في المجتمع من خلال ذكال الصناعي وعلوم المستقبل التي تطوّرها فعادة نحن ما تجد نساء أنفسهم متقلّفات من التحيز الذكري على العديد من المستويات ومساهمات أفكارهم لها تأثير أوسع قليلا على التكنولوجيا المنتجة سيجب معالجة الفجوة بين الجنسين التي تؤثر على تطوير وعلوم المستقبل والابتكار وعلى وجه الخصوص ما تقدم المجلس العلى للمرأة ومشاركة عدد كبير من نساء البحرينيات في عدة فعاليات من ضمنهم هلاكاثون المرأة ومحاضرات وغرش ومؤتمرات في مجال علوم المستقبل والذكال الصناعي شفنا أكثر مئة مئة بحرينية قدمنا أوراقهم خلال المؤتمرات منهم أكاديميات، رؤسات تقنيات معلومات، جمعيات إذا ارتفع عن نسبة الخريجات عموما في علوم الحاسوب وذكال الصناعي في البحرين فكثير من الخريجات من جامع هذا الكفاية وما زل هناك كثير منهم تقررون من مشاريع روبوتات وذكال الصناعي والفنتك استفاد من ابتكاراتهم الكثير في القطاع المصرفي والخاص فعموما تكنولوجيا التحكم عن البعد في الذكال الصناعي سوف تساعد على تواصل المرأة البحرينية في العمل تتمكن من العمل من البيت أو ماكن آخر وتفعل حاجز العاق اللي يميز الرجل عن المرأة عموما وتقدر تتواصل في وظائف تقليدية اللي احنا ما كنا نقدر نشوف المرأة تقدر تساند القطاع الخاص والعام فيها وهذا ما نتمنى بالتحديد خبيرة نشرة الاقتصادية في مجال علوم المستقبل والذكاء الصناعي الدكتور جاسم حاجي شكرا جزيلا لك اطلقت بورصة البحرين برنامج تحدي التداول الاستثماري تريد كويست للمدارس الثانوية والجامعات للعام 2019-2020 في نسخته الثانية والعشرين على التوالي وانطلق البرنامج الذي عقد في بورصة البحرين بمشاركة الفرق الطلابية ومرشدي الاستثمار الذين سيقومون بمراقبة أداء الفريق وتقديم الاستشارات لأعضاء الفريق خلال فترة البرنامج ويعد برنامج تحدي التداول الاستثماري تريد كويست برنامج محاكاة مالية تعليمية يهدف إلى تزويد الطلاب خبرات واقعية تحاكي الأسواق المالية المحلية والدولية ونتابع الآن سعر صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نتابع نشرة مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات اليوم نبدأ مع برصتنا المحلية فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تقدم نسبته 0.17% مغلقا تداولات اليومية عند مستوى 1540 نقطة وذلك عائل لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وأيضا قطاع التأمين وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم ثلاثة ملايين وثلاثمائة وسبعين ألف سهم بسيولة إجمالية قدرها مليون ومئتين وسبعة عشر ألف دينار بحريني تم تنفيذها من خلال سبع وخمسين صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداولة اليوم على سنقطاع البنوك التجارية ننتقل وإياكم مشاهدين إلى غلقات باقي البورصات الخليجية وكما نتابع على شاشة السوق المالي السعودي أقفلت بارتفاع بنسبة 0.36% بإقفال عند مستوى 7883 نقطة بورصة الكويت أقفلت على تراجع يقارب 16 النقطة المئوية مع إقفال عند مستوى 6622 نقطة سوق أبوظبي للأوراق المالية أقفلت على تراجع بمقدار ربع النقطة المئوية بإقفال عند مستوى 5030 نقطة السوق دبي المالية أقفلت على تراجع كان الأكبر في ختام تداولة اليوم بإقفال بمستوى 2678 نقطة أما السوق دبي المالية فقد شهدت تراجعا طفيفا بإقفال عند مستوى 1792 نقطة أعلنت دبي لصناعة طيران عن نجاحها في تحقيق علامة بارزة فيما يتعلق بنمو حافظة الطائرات التي تديرها وأفادت الشركة في بيانها أنها تدير أربع شركات وذلك بغية تأمين الوصول إلى الطائرات بالإضافة إلى إدارة طائرات تابعة لعدة شركاء من المستثمرين وأوضحت الشركة أن عدد الشركات التي تديرها قد ارتفع إلى 75 طائرة وأضافت أنها ستواصل خلال الشهور المقبلة بناء أسطولها من الطائرات المدارة قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن التحول نحو الرقمنة يمثل فرصة كبيرة في مصر وأن الدولة تتحرك بقوة في هذا الاتجاه الذي يمثل الحاضر والمستقبل الذي تريد القاهرة أن تمضي فيه وأوضح السيسي أن مصر لديها سوق كبير تضم مئة مليون نسمة وأن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة في هذا القطاع تضمن له النجاح ولسيما في جهود مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة وتقليل تدخل العنصر البشري في الإجراءات الإدارية وأعرب الرئيس المصري عن استعداد مصر للتعاون مع القطاع الخاص لإطلاق منصة تجارة رقمية في إفريقيا بما يدعم تجارة رقمية في مصر والقارة ككل نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل مبيعات الجمعة الأسود أو البلاك فرايدي عبر الانترنت في الولايات المتحدة تسجل 7.4 مليار دولار دشنا الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جيم بينغ أنبوب ضخ الغاز الروسي قوة سيبيريا بطول يبلغ 3000 كيلومتر لتوريد 38 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويا وقال بوتين إن مشروع قوة سيبيريا يعتبر حدثا مهما لسوق الطاقة العالمية والشعبين الروسي والصيني بينما ذكر الرئيس الصيني أن هذا المشروع شاهد على العلاقات الاستراتيجية والتعاون بين روسيا والصين وسينقل خط أنابيب قوة سيبيريا الغازة من مركزي إنتاج الغاز في إيريك كوتسك جنوب روسيا وياكوتيا شرقا إلى الصين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يكون من الأفضل الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لعقد الاتفاق التجاري مع الصين وعلى إثر تصريحات ترامب تراجعت أسعار الأسهم الأوروبية والعقود الأجلة للأسهم الأمريكية واليوان الصيني وكان المستثمرون يأملون في أن تتمكن الصين والولايات المتحدة من تفادي تصعيد توترتهما التجارية وسبق أن قال مسؤولنا أمريكيون إن اتفاقا قد يتم هذا العام وإن الأمر يعتمد على الصين أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيرد بشكل موحد على تهديد واشنطن بفرض رسوم على منتجات فرنسية وقال وزراء في الحكومة الفرنسية إن فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي مستعدة للتصدي لأحدث تهديد بفرض رسوم أمريكية على منتجات فرنسية وقالت الحكومة الأمريكية إنها قد تفرض رسوم عقابية قد تصل إلى 100% على واردات من فرنسا تبلغ قيمتها 24 مليار دولار وتشمل حقائب اليد والجبن وغيرها بعد أن خلصت إلى أن ضريبة الخدمات الرقمية الجديدة لفرنسا ستضر بشركات التكنولوجيا الأمريكية ونتابع الآن أبرز مؤشرات لأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية وفي الخبر الأخير سجلت المبيعات عبر الأنترنت في يوم الجمعة الأسود أو البلاك فرايدي في الولايات المتحدة رقما قياسيا بلغ 7.4 مليار دولار هذا العام مع ارتفاع ملحوظ في عدد عمليات الشراء التي تتم بواسطة هواتف ذكية وذلك وفقا لإحصاءات صدرت يوم السبت عن شركة أدوبي أنالاتيكس وقالت الشركة أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 19% مقارنة بالعام الماضي وثاني يوم من حيث حجم المبيعات عبر الانترنت أي أقل بقليل من 7.9 مليارات دولار التي انفقها المستهلكون خلال يوم سايبر مندي العام الماضي وهو يوم الذي يلي يوم الجمعة السوداء ترجمة نانسي قنقر